تعليق على الموضوع معنا محمد سعيد الوافي إعلامي وخبير في الشؤون الأمريكية سيل وفي مرحبا بك معنا إصدار فارغ من 191 صفحة يوصلت الضوء على مسيرة كامالا هارس السياسية على مدى 20 سنة تقريبا ثمنه حوالي 13 دولار تصدر المبيعات ويطرح في الأسواق بالتزامن مع الاستعدادات الانتخابات الرئاسية القادمة بداية هل اشتريت الكتاب سيل وفي؟ لا هو الكتاب 14 دولار أولا مرحبا بك للحنان ومرحبا بمشاهديك الكرام على أصدار النت أنا اقتنيت الكتاب وقرأته وهو صعب شوية لأن أسلوب المؤلف معقد أبيض أسلوب المؤلف أبيض جدا وبالتالي أعتقد أن أقول دائما في إطار السخرية على أن الكتاب يحدث الآن ضجة في الأسواق سواء على منصة أمازون للكتب أو على منصة وورمارت وهي إحدى الشركات كذلك التي تبعه والواضح أنه حدث حالة من الكوميديا وحالة من التهكم صحيح حالة من أحدث ضجة سواء على منصة التواصل أو حتى في الواقع هل تعتقد أن مثل هذه الأساليب الساخرة قد تؤثر حقا على شعبية هاريس ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحقيقة أن الكتاب عرض حقيقة مهمة وهذه الحقيقة هي أن كامال هاريس لا تكتسب تاريخا سياسيا ولا تكتسب إنجازات وفي نفس الوقت أستاذ حنان هي لا تريد أن يرتبط اسمها باسم الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن لأن جوزيف بايدن أخطأ في بعض الأشياء وبالتالي لا تريد أن تتحمل مسؤولية أخطائه إذا كنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية أخطاء أخطاء الرئيس الحالي الذي اشتغلت معه وتشتغلين كنائبة رئيس وفي نفس الوقت ليس لك تاريخ فمعنى ذلك أن صفحتك بيضاء وقيل لي وأنا أتحدث مع بعض الذين كذلك تندروا على هذا الكتاب البعض يقول بأنه كان يجب أن يكون في 500 صفحة لكي تكفي لتسجل ما لم تقم به وما ستقوم به البعض الآخر يقول بأن هذا الكتاب هو انعكاس لحقيقة الواقع الأمريكي بين شخصين الأول يفتقد إلى الرصانة ويقصدون دونالد ترامب والأخرى تفتقد إلى التاريخ إلى الحضور السياسي لذلك أعتقد أن التأثير طبعا بكل تأكيد كأي كاريكاتور كأي نكتة في المجتمع وإن كان المجتمع الأمريكي هو ليس بمجتمع النكتة مثل المغرب وباقي الدول لكن نعم أثر وعمق جراح كامالا هاريس التي هي الآن متأخرة في بعض استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة مثل أوهايو عفوا مثل ميشيغن بينسلفانيا وويسكنسن حيث يتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب السخرية السياسية ليست بجديدة في المجهد الأمريكي لكن بالنظر إلى التقييم المرتفع للكتاب على منصة أمازون هل تعتقد أن هناك توجها متزايدا نحو النقد السياسي غير التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ليس حقيقة هناك ما يسمى بالهجمات المنظمة في إطار ما أسميه أنا بصناعة الحملة الانتخابية في إطار هذه الصناعة هناك شيء يسمى التجيش وهناك شيء ما يسمى باقتناص الفرص وأنصاف الفرص ضد هذا المرشح أو داك وهناك عملية الهجوم المنظمة بعبرة أخرى أنه إذا كان لديك حوالي 80 مليون داعم لدونالد ترامب يوجدون اليوم على أرض الوقات حوالي 80 مليون من المتشددين الداعمين لدونالد ترامب إذا اقتطفنا منهم مليونين فقط ممن علقوا على الكتاب وحاولوا إعطائه بعد الزخم فهذا يعني أننا أمام رقم ضئيل جدا بل كان يفترض أن يكون الكتاب قد وصل الآن في تعليقات إلى 30 أو 40 مليون تعليق لكن هذا الأمر لم يحدث لماذا؟ لأنه في إطار العمل على النت وأنت تقدمين أصداء النت يبدو بأن بعض التقييمات تكون غير دقيقة وأخرى تكون يشبها الغلط ويشبها كذلك التكرار وأن التراند أو ما يسمى بارتفاع ارتفاع أهمية أو صعود نجم عنوان معين قد يخلق عندك حتى لو كان تافها قد يخلق عندك حالة من التضامن الشعبي لكن هذه الحالة بالذات وأنا أتفق معك أن هذا الموضوع يستحق التغطية ويستحقها جدا هذا الموضوع بالذات هو كان في الصميم وكان ضربة قوية لما قيل عنه أنها المرشحة رقم اثنين أو المرشحة الاحتياطية التي دخلت لتعوض جوزيف بايدن والمقابلة في أوجها مع دونالد ترامب قلت قبل قليل بأنه بالأكيد سوف تتأثر شعبية كامالا هاريس من بعد صدور هذا الكتاب كيف تتوقع أن ترد كامالا هاريس أو فريقها ربما على هذا النوع من الانتقادات الصاخرة المؤثرة أم ستتجاهل الأمر؟ لا هو تجاهل الأمر هو في حديداته هزيمة أعتقد أن كامالا هاريس لو كنت مسؤولا إعلاميا في حملتها لقلت لها أن تخرجي وتقولي للناس هذا أمر جيد كل رئيس يبدأ بصفحة بيضاء وكل رئيس عليه أن يسجل إنجازات وأنا أكرر وأقول دائما في حملة الانتخابية أنني أمثل المستقبل ودونالد ترامب يمثل الماضي هذه كانت إحدى النصائح التي ربما تعطى لها أو كنت سأعطيها لها كذلك ربما كنا سنقول أنا أتقبل هذه النكتة أتقبل هذه المسحة أنا لم أكن رئيسا للولايات المتحدة يوما ما لكي تسجل لي إنجازات وكل الإنجازات حتى وإن كانت كنت أنا التي قمت بها فالرئيس هو الذي يعطى له الأفضلية وبالتالي كان يمكن أجوبة ذكية محمد سعد الوافي الإعلامي والخبير في الشؤون الأمريكية شكرا جزيلا لك